أول حاجة أتقدم بالجزيل الشكر لسيدي خادم حرمي الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي وزير الداخلية على العدالة وأخذ حقنا من الظالم الرهابي طيب رسالة أخيرة للأشخاص الذين فقدوا أرواحهم أو الذين لديهم أشخاص فقدوا أرواحهم من أجل الوطن في مثل المواقف التي حصلت لعبدالله يعني الاعتداء على رجال الأمن نعم المواقف طبعا سمو سيدي وزير الداخلية ما قصر باستمرار التواصل وباستمرار الاهتمام ويفام تطلبات ذوي الشهد الواجب والحمد لله ماذا قدمت لكم وزارة الداخلية؟ قل ماذا ما قدمت واش اللي ما قدمت؟ قدمت كل شيء وزارة الداخلية طيب عرفنا ايش؟ يعني أبرز الأمور التي حتى نعرف نحن المشاهدين يعني ماذا تقدم وزارة الداخلية لذوي شهداء الواجب؟ جميع متطلبات ذوي شهداء الواجب أي طلب ما تتراجع به وزارة الداخلية مشكورة أهم ما قامت به يعني موقف قامت به وزارة الداخلية لأبناء عبد الله ولا تنسونه؟ اللي هي تنفيذ حكم القصاص اللي هي يوم أمس يوم الخميس هذا أهم شيء مهم